وإليكم مشاهدين بيان المجمع المقدس اليوم حيث عقد المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثولوكسية جلسة رسمية صباح اليوم الخميس الموافق الرابع من مارس برئاسة قداسة البابة ودروس الثاني وذلك في المقر البابوي في دير القديسة الأنبابيشوي بواد النطرون حيث حضر 97 عضوا واعتذر عن الحضور عددا من الأعضاء بسبب قيود السفر المفروضة في بعض الدول مثل إنجلترا وكندا واستراليا والبعض الآخر بسبب الظروف الصحية الخاصة وقد فوضوا أعضاء آخرين من الحاضرين لتمثيلهم في التصويت والتوقيع على ما يصدر من المجمع المقدس جدير بالذكر أن آخر اجتماع للمجمع المقدس كان في يونيو عام 2019 وقد توقف عقد الاجتماعات بسبب انتشار وباء كورونا المستجد وسبق جلسة المجمع أعمال اللجانة المجمعية على مدى الثلاثة أيام السابقة في دراسة شؤون الإبارشيات والأديرة والأسرة والتعليم والإعلام والرعاية والخدمات الكنسية والعلاقات العامة والعلاقات المسكنية وكذلك شؤون المهجر وتمت كل هذه الاجتماعات وسط مراعاة كاملة لكافة الإجراءات الصحية الواجبة وفي ظل انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد ناقش الحاضرون خدمة الكنيسة خلال الفترة الماضية خاصة التطبيقات الإلكترونية البديلة وكذلك الدراسة البحثية التي قام بها المعهد القبطي للتدبير الكنسي والتنمية لرزد الخبرات العديدة من الإبارشيات والكنائس خلال العام الماضي 2020 كما ناقش المجمع عدة توصيات مرفوعة من لجانها المجمعية بخصوص الاهتمام بنشر الوعي بمسؤولية كل فرد اتجاه المجتمع كله وضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية الوقائية وإنها ليست ضد الإيمان مع التشجيع على تلقي اللقاحات التي توفرها الدولة تشجيع المدارس والحضنات التابعة للكنائس وكذلك التربية الكنسية بقبول ذوي الاحتياجات الخاصة التي تسمح إعاقتهم بالدمج وتوعية أبنائنا وبناتنا بعدم التنمر عليهم وضع ميزانية لدعم التعليم الصحة لأبناء المسجونين وتأهيل الخارجين من السجون نفسيا ومهنيا بالتعاون مع أسقفية الخدمات وأي جهة أخرى مساندات الدولة في جهودها التنموية وخاصة المبادرات الرئاسية مثل حياة كريمة ومئة مليون صحة وتشجيع أبنائنا للاستفادة منها وذلك بالتنصيق مع أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية الاهتمام بعمل كرنفال في المناسبات القطية للاحتفال على المستوى الكنسي والشعبي للتقارب بين الثقافات المختلفة ولتقديم ثقافتنا القطية إلى جوار إيماننا الأرثوذكسي واقتراح ثلاث مناسبات ثابتة للاحتفال الكنسي والشعبي بالمهجر عيد دخول السيد المسيح أرض مصر في أول يونيو وأيضا عيد الشهداء المعاصرين شهداء ليبيا يوم 15 فبراير 8 أمشير ونقل جبل المقطن في 27 نوفمبر 18 هاتور ويؤكد المجمع على رفضه لما تفعله بعض منصات ومواقع التواصل الاجتماعية التي تقوم بنشر الأكاديب والضلالات والشائعات المغرضة والتي تسبب بلبلة تشويها لخدمة الكنيسة وعملها وقد أصدر المجمع عدة مبادئ ملزمة لضبط الأداء والسلوك اللائق بكنيسة الله وقرر المجمع المقدس الاعتراف بدير القديس يحنس القصير للرهبان بطريق العالمين في مصر تحت إشراف نيفة الحبر الجليلة الأنبدو مديوس أسقف السادس من أكتوبر وأوسيم وفي هذا الصدد يثني المجمع على إصدار الدليل الشامل للأديرة القطية الأرثوذكسية والذي يصدر للمرة الأولى وكذلك قبل المجمع دراسة الملف المقدم عن المتنيح الراهب يوستوس الأنتوني والمتنيح القمص بشوي كامل وهما من سبعينيات القرن الماضي تمهيدا للاعتراف بقداستهما كما قرر تفعيل لجنة المراجعة الإيمانية الخاصة بدراسة كلما ينشار عن الإيمان لحفظ سلامة التعليم ونقاوته وكذلك قرر المجمع عدم جواز دفن الأباء الكهنة أو الأراخنة داخل أسوار أي كنيسة أو ملحقتها أو بيوت خدمية أو ممتلكاتها من مزارع أو منتجعات خدمية وأيضا لا يتم نقل أي من الأباء الكهنة المتنيحين كما ينتظر المجمع المقدس إقرار قانون الأسرة للمسيحيين المعروض حاليا على مجلس النواب المصري هذا وسوف يقوم قدسة البابا وأعضاء المجمع المقدس بالاحتفال بالمناسبات التالية خلال الأسبوع القادم إذا أراد الرب أولا سيامت سبعة أساقف جدد مع تجليس اثنين من الأحبار الأجلة اليوبيل الذهبي لنياحة القديس البابا كيرولوس السادس وأيضا إعداد الميرون المقدس للمرة الأربعين في تاريخ الكنيسة افتتاح الموقع الرسمي للكنيسة على شبكة الإنترنت ترجمة نانسي قنقر